بسم الله الرحمن الرحيم طلاب الأعنزاء بهذا المقطع بإذنه تعالى رح نحل مع بعض الاختبار الأخير في بحث المستطيل A A D أعطيني مساحته 12 D A G مساحته 10 B A G 6 هم بيطلب المساحة لحظوا نحن جمع كل مساحتين متقابلتين نجمع المساحتين الأخرين 6 و 12 و 18 معتع العشرة لازم نتمانع حتى يصير 18 الجواب B السؤال الثاني للأسف فيه خطأ هذا هون عم بيقلي A A D 32 وليست 30 إذن A A D 32 رح نصلح هلأ أيضا عم بيعطيني عم بيقلي B D يساوي G A لحظ هذا G A B D هو القطر هلأ بهذا الشكل أنا ما رح أستويد لذلك أنا شو مضطر مضطر أخذ القطر الآخر أنا بعرف أنه القطرين متساويين إذن أصبح عندي G A يساوي هلأ يساوي B D و يساوي أيضا A G إذن حطيت إشارة بالشكل التالي فأصبح عندي المثلث A A G متساوي ساقين إذن هون عندي 32 هلأ الزاوية هون عند الج هي زاوية خارجية 32 و 32 و 64 بما أنه أقطار المستطيل متساوية و متناصفة فصار عندي كمان هون 64 هون أيضا 64 وهون 64 كل مسلثين متقابلين طبقين طيب 64 شو بيكملها؟ بيكملها 26 للتسعين إذن الجواب هو B السؤال الثالث A K L A هذا مساحته 10 K B F L 5 L F J M A هذا هون مساحته 4 عم بيطلب مني مساحة 3 أنتبه شباب هذا مساحته 10 وهذا 5 يعني هون 2 K B K نفسهم هون 2 K B K هلأ إذن الجواب أعطتني 4 أكيد اللي 2 K رح تعطيني 8 جوابه B السؤال الرابع لو أنا سميت كل مستطيل من هدول الصغار كل ضلع له A بالشكل التالي صار عندي طول هذا الضلع هون 5 A إذن المستطيل الصغير لو أنا حبيت أطالعه على جنب هذا بالشكل التالي هيك طول ضلعه الصغير هو A وضلعه الطويل 5 A لاحظ 1 2 3 4 5 هذا 5 A هو نفسه طول المستطيل الصغير أعطيني معلومة أنه مساحته 20 مساحته 20 هلأ هو الطول بالعرض معناته صار عندي 5 A للتربيع هي 20 معناته 5 A عفواً ال A مربع 4 معناها ال A رح يطلع 2 إذن 2 بخمسة معناته هذا هون أصبح عندي 10 وهون عندي 2 و 2 وهون 10 أصبح عندي هذا الطول هون كاملاً 14 هلأ هو بده مني بده بده محيط هذا الشكل هلأ 10 عفواً 14 و 10 24 24 وهون كمان عندي 24 معتاً 48 الجواب A السؤال الخامس لو أنا سميت هذا الضلع A فإذاً هون عندي A وهذا رح سسميه B في المسلس A دي جي هذا مسلس قائم وبداخله عمود طبق أكليد الثاني اللي بتقول مربع الضلع القائم يساوي المرتسم بالوتر إذن المرتسم A بالوتر كاملاً صار A زائد B يساوي مربع الضلع القائم اللي هو 16 عم بيطلب مني هو مساحة هذا المستطيل مساحة المستطيل لاحظ هذا الضلع هو A الضلع الآخر هو A زائد B إذن أنت بدك A ضرب A زائد B إذن الجواب هو 16 السؤال السادس لو أنا وصلت F D انتبه شو صار عندك صار عندك هون مسلسين طبقين المسلس F G D والمسلس B A F هدو المسلسين طبقين لكون عندك هذا الضلع الأول بيساوي الضلع الأول والضلع الآخر بيساوي الضلع الآخر والزاوية المحصورة بيناتهم نفسها إذن مع تصار D F رح يطلع عشرة هل هو شو عم بيطلب مني؟ بده طول A F أنا عندي خمسة عشرة لاحظ هذا نص الوتر معنا تأكيد زاويتي هون 30 60 إذن خمسة عشرة فهذا هون خمسة بجزر الثلاثة جوابه G السؤال السابع رح أذكر بشغلة صغيرة إنه أنا إذا عندي مستطيل ورسمت القطر الأول والقطر الثاني هالمساحات الأربعة المسلسات الأربعة كلهم نفس المساحة إذن هون خليني أرسم أقطار هذا الشكل هذا بهالشكل قطر الأول القطر الثاني بهذا الشكل طبعا أوه لازم كان تنطبق فيه تشوى شوي بالشكل إذن رح أفطرد إنه هاي هي النقطة إذن لاحظ هون عندي A بهذا الشكل بدأت من المستطيل للأبيض هلا انتبه أنت هون عندك شو مساوي هو رايح مقطع لأطوال متساوية وهالأطوال هدول MP و FK و BG هدول متوازيات إذن رح يكون عندي إذا هون عندي مثلا A اللي بعدها رح تكون 3 A هون أيضا 5 A نفس القصة هون 3 A 5 A وهون كمان 3 A وهون 3 A إلى آخره المنطقة المظللة هو بده هدول طيب أنا شو عندي معطيات عندي معطيات إنه مساحة المستطيل كاملا بالكامل 165 طيب لاحظ اجمع لي هذا المسلس A و 3 A أربعة 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 و خمسة تسعة تسعة وهون عندي تسعة وتسعة وتسعة يعني 36 إذن 36 A بتساوي 165 هلا هو شو طالب مني بده هدول التلاتات 3 أضربه بأربعة بده 12 A اللي 12 A يعني أسم هذا هون على 3 وأسم هذا هون على 3 هاد رحمة هاد أعطاني 12 الستعاش كامل ثلاثة فيه بخمسة زاد واحد خمسة ثلاثة خمسة الجواب خمسة و خمسين جوابه ج السؤال الثامن عم بيقلي هو سؤال طوي طوى المسلس A B J على الخط A J فالزاوية B هاي هون اجت عندي عند B فتحة نحن بنعرف انه خط الطوي هذا يجب أن يكون منصف بين الوضع السابق واللاحظ إذن هاي الزاوية بتطلع نفس هاي الزاوية طيب شو صار عندي هون سميليها هاي ألفة 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 صار عندي 3000 بتساوي 90 معناها الألفة رح تكون 30 درجة إذن حصلنا هاي الزاوية هون 30 درجة قائم إذن هون عندي 60 درجة مقابل الزاوية 30 نصف طول الوطر إذن 3 بجزر L3 ومقابل الستين رح أرجع أضرب بجزر 3 إذن 9 فصارت المساحة مساحة المستطيل جداء الضلعين القائمتين 9 بتلاتة إذن 27 بجزر L3 جوابه السؤال التاسع عم بيقول لي دي كا بيساوي مرتين كا جا يعني إذا هذا كا هون دي كا اتنين كا إذن كا انتبه لي إلى المستطيل هذا المائل الصغير شوي بالشكل التالي بداخله مرسوم مثلث هلأ نحن بنعرف لما بيكون من بحث متوازل أضلع لما بيكون عندي مثلث مرسوم ضمن متوازل أضلع قاعدته على أحد الأضلع والرأس على الضلع المقابل هذا المثلث يشكل نصف مساحة المتوازل أضلع أنا عندي B A F K B A F K كل ياته مساحته 16 معنى هذا المثلث مساحته 8 طب لو أنا أخدت من B إلى D وصلت خط لاحظ تشكل عندي مثلثين بجانب بعض هدون بقول الكا عطتني 8 فالتنين كاش طبيعي رح تعطيني 16 هلأ أصبح نصف المستطيل كاملا 18 24 إذن هون أيضا عندي 24 نصف الآخر في المساحة الكلية 48 جوابه السؤال العاشر لاحظ هون في زاوية قائمة سميدي هالزاوية ألفة معناها هون ألفة وبيتة تسعين طب عندي بيتة وعندي تسعين إذن هون ألفة في عندي تسعين إذن هون بيتة المثلثين هدول متشابهين كلاهما ألفة وبيتة وقائم ألفة وبيتة وقائم خليني أخذ نسب تشابه مقابل البيتة إيكس على مقابل البيتة تسعة يساوي وتر المثلث على وتر المثلث رح نختصر على أربعة والثلاثة مع الثلاثة إذن الإكس معش جواب ج السؤال إذا عش أنا بعرف أنه العمود المرسوم على القطر هون يساوي طول العمود المرسوم على القطر الآخر إذن هذا الطول هون عندي اثنين بالإضافة بعد العمود عن الزاوية هو نفسه بعد العمود عن الزاوية إذن هون واحد هلأ لو حبيت أطبق قاعدة أوكليد بس بأي مسلث أنا عم بشتغل خلينا أقول مثلا بالمثلث ب ج د لكون هذا المثلث هو مسلث قائم وبتاخله مرسوم ارتفاع طبعا لقيت أوكليد الأولى بتقول مربع طول العمود يعني اللي هو أربعة يساوي هالجزء مضروب بالجزء الكلي إذن واحد هلأ إذا الطول الكل هون عندي أربعة شلنا منه واحد تبقى عندي ثلاثة فصارت مساحة المثلث جداء الضلعين القائمتين 2 3 على 2 يعني مساحته 3 جواب B السؤال 12 أنا بعرف أنه هذا المثلث هو لازم يكون مثلث متساوي ساقن بالشكل التالي زوايا القاعدة له هدول هلأ أخذ عمود أول وعمود ثاني جمع العمودين يعطيني عمود طالع من إحدى زوايا القاعدة إذن لو أخذت من زاوية القاعدة عمود على الساقل آخر طبعا رح يطلع خارج المثلث هذا العمود هذا طوله يساوي مجموع العمودين 1 زائد 3 إذن طوله 4 هلأ أصبحت أنا بإمكاني أني أحسب مساحة هذا المثلث انتبه صار عندي قاعدته 4 هاي هون القاعدة 4 والارتفاع أيضا 4 فالقاعدة بالارتفاع على 2 إذن مساحة 8 إذن هذا هون مساحة 8 وكل واحد من هالمسلثات مساحة 8 ضرب 8 بـ 4 32 الجواب D السؤال 13 لاحظ النقطة A هي مركز المستطيل فلو أخدت مننا عمود إلى الأسفل هذا رح يكون هو نصف طول الضلع BG يعني هذا طوله 6 هلا من F إلى هذه النقطة رح سسميه H من F إلى H لو أنا هذا الطول سميته A A H هذا العمود بينزل بالمنتصف تماما يعني هون الطول A زائد 5 هون كمان رح يكون عندي هذا A زائد 5 هالطولين البعض صار بإمكاني أطبق علاقات أوكليد في هذا المسلث هذا مسلث قائم بداخله مرسوم ارتفاع إذن طبق علاقة أوكليد الأولى 36 يساوي A مضروب بـ A زائد 5 شيء أكيد مبين عندي أنه A لازم يكون أربعة لأنه هذا القوس بيطلع 9 فالـ A أربعة وهون عندي هذا 9 فصار عندي 9 وتسعة طول الضلع كاملا 18 إذن الـ X 18 فالجواب هو A السؤال 14 عم بيقلي F G 2 جزر الثلاثة وهون أيضا 2 بجزر الثلاثة هون أنا نتبه في عندي كذبك بالشكل التالي لكون F بالوسط إذن أنا بعرف النسب هون عندي رح يكون عندي اتنين جزر الثلاثة معناته هون أربعة جزر الثلاثة أيضا هون إذن عندي K بالأعلى اتنين K هل بإمكاني أطبق علاقات أوكليد في المسلث التالي بي جي في لكون هذا المسلث قائم وبداخله يوجد ارتفاع طبق علاقة أوكليد الثاني مربع طول الضلع القائم يعني 12 يساوي المرتسم بالوتر كاملا يعني K مضروب بثلاثة K طبعا الثلاثة مع الثناش عطتني أربعة K مربع يساوي أربعة معناها K بيطلع اتنين إذن قدرت أعرف طول الضلع K إذن هذا الضلع هون اتنين هلا من أجل حساب الـ X رح أحاول أني أحتوي هذا الـ X بمثلث قائم رح أخذ عمود من D على القطر AJ بشكل التالي هلا انتبه شو صار صار عندي هذا المثلث هذا المثلث قائم نحن بنعرف العمودان على مستقيم واحد متوازيان أنا هون بالوسط في عندي عمود إذن رح يكون في عندي توازي ما بين F A و D M هلا انتبه النقطة F في منتصف منتصف D G إذن هذا مع تصار أرطة طبعا أو قطعة واصلة بين المنتصف أيضا العين في المثلث إذن هذا هون هالطول قد هذا الطول خليني أحسب AJ انت هون عندك مسلث قائم أنا عندي اتنين جزر ثلاثة هو الوتر مربعه اتناش رح أربعة تمانئة إذن هذا هون اتنين جزر اتنين جزر الـ 8 هلا هذا الطول لازم يساوي هذا الطول إذن اتنين جزر الـ 2 قلنا قبل على قطعة واصلة بين المنتصف أيضا العين إذا طول هو اتنين فهون عندي الطول إربعة اصبح بإمكاني إنني احسب الـ X في المثلث هنا هذا لازم يسمي sortie للتربيع يساوي مربع هون 8 زائد 16 يعني 24 فالإكس هو جزر الأربعة وعشرين جوابه A السؤال 15 عم بيطلب مني طول القطر في المستطيل الأقطار متساوي إذن بإمكاني أخذ القطر الآخر على اعتبار أنه هو كمان طوله X أصبحت مسألتي كأنه أنا عندي هون شكل رباعي وتعامد قطره لأنه هون عندي فيزاوي قائمة عند الآ بالشكل التالي بالأشكال الرباعية تعلمنا أنه إذا عندي رباعي تعامد قطره فبيكون كل ضلعين متقابلين مجموع مربعيهما يساوي مجموع مربعي الضلعين التاني معناها X مربع 19 فإذن X جزر 19 جواب A السؤال الأخير هذا بيعتمد على خاصية أنه مستقيم يتقاطع مع متوازي أضلع لاحظ هذا المستقيم مارر داخل متوازي الأضلع كنا بنقول أنه جمع العمودين على الأطراف لاحظ هون في عمود وهذا صار طوله صفر يساوي طرح العمودين الموجودين بالداخل هذا العمود هون نائس العمود الآخر كانت من أواخر الخواص في بحث متوازي الأضلع إذن صار عندي 2 زائد هذا هون طوله صفر 2 زائد صفر يساوي X ناقص معنا معناها X سيكون عندي 10 جواب D بهيك شباب بيكونوا نصلنا لنهاية هذا الاختبار بتمنى تكونوا استفدتوا شكرا كتير لأصغركم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر